يعني احنا ستمعنا التشكيل اولا انت عندك يعني لو سألتك عن توقعاتك للتشكيل محمد عفوا هيبقى نفس التوقعات ولا يبقى عندك رأي تاني وبعدين برضو لو حللنا التوقع اللي قاله احمد يعني كده يعتبر حمتقلين وسط الملعب قوي هو لازم يتقلل وسط الملعب لانه وسط الملعب دايما بقول هو ضابط الاقاع بتاع منتخبنا الوطني لانه مركز القوة بتاع منتخب كوديفوار هو نص الملعب ثلاثي يقودهم كيسي بيلعب بشكل قوي جدا تكتكيا في هذا المكان لكن هما مندفعين ولو عمل سكاوتلنج على منتخب كوديفوار في صغرات لانه عنده مساحات لانه بيلعب ب4-1-4-1 ومشتقطها مش عالية اوي لانهم بيندفعوا بشكل او باخر وده حصل في مبارات الجزائر حتى لو كسبوا بالتلاتة لكن كان فيه مشاكل وكان فيه مساحات ولو استغلها منتخب الجزائر كان ممكن يخلص هذه المبارات بشكل افضل من الظهر عليه وانه يخسر واحد ثلاثة او يتفوق المتخب الافواري ثلاثة واحد بشكل عام انا ممكن شوية في بعض الاختلافات ممكن تطرق على التشكيلة لانه كارلوس كيروش هذا البرتغالي برضو محدش بقرأ دماغه لكن من الاخر هو بيعتمد على المحترفين سيء او جيد بيعتمد على المحترفين يعني احمد سيد زيزو مستو انه راجل محترف من صغر ومش طالع من قطعات ناشئين في مصر زيزو كان بلعب في بلجيكا بالزبط وبدأ في اكاديميات بشكل مختلف مش اكاديميات بتاعتنا دلوقتي فمتأس الصح فبيعيش المباراة فاما بينزل بيغير بيكون عايش المباراة واحد زي حمد فتحي لما بينزل بديل لا زي ناس كتير مثلا ان اختلفت قالوا ليه افشا مرحش افشا على رأسنا بس ياخد عبدالله سعيد ليه لانه افشا دي ما حدش قالها كتير افشا يطلع لك كورة فاربعة اتنين تلاتة واحد من بعد خط النص متقنة لكن مش هينزل فاربعة اتنين تلاتة اتوها ويجنح ويبقى مش في حالته لكن عبدالله ممكن هبسطها لك قول منتخب مصر لمحمد صلاح في السعودية في كاس العالم شوف تلعها منين لفين هي ديل تركة بتاعت عبدالله سعيد ممكن ما بيجريش كتير وممكن يستغل عبدالله سعيد النهاردة وهو من يلعبش ببلاي ميكر طول وقت من يلعبش بمركز عشرة طول وقت ومن يحتاج عبدالله سعيد شوت عشر دقايق في اخر الماتش هاو كرة متقنة من الخلف الامام والسلية هو اللي عليه العين زي كده هندرسون مع محمد صلاح هو اكتر واحد بيخدم عليه في هذا الموسم مع ليفربول هندرسون اصلا ديفندر زي السلية هو اللي بيعمل التحويلة بيدافع بشكل كويس وعنده كرة متقنة يخرجها تعالى بقى نروح للتشكيل دلوقتي يعني انا بصراحة ما كانش عندي معلومة بس انا كنت متوقع ان النهاردة كيروش حيلعب تلاتة في نصف الملعب حمد فتحي والسلية والنني وحيبقى السلية والنني بيتبادلوا لأدوار بوكس تو بوكس والبلاي ميكر وحمد فتحي ساقت لتحت عشان هالر المهاجم بتاع كوتف وار يعني هدف ايكس والرجل مكسر الدنيا يعني وده عايز اتنين يمسكوا لواحدهم الطريقة دي اللي حيمسك بيها نصف الملعب هل هتنفع فعلا مع سرعات كوتف وار ان انت بتلعب بواحد بس خط وسط مدافع ومعاك اتنين طايرين من البوكس للبوكس وهم عندهم نصف الملعب يعني كاسي اللي واحده في اي سيميلان ده العالم كله بيتخانق عليه أصلا صحيح فحنقدر نمسك منهم نصف الملعب ولا محتاج يثبت مثلا النني لتحت شوية لازم يبقى فيه حد سابق لتحت شوية لو ملعبش محمد يفتحي نارده ده وارد بالمناسبة انه يلعب بالنني ويلعب بعمر السلية ويخلي عبدالله سعيد موجود لانه الرجل الواحد اللي قدام الاربعة لو اندفع لقدام فيه مساحة كبيرة قوي من خط النص للتلت الدفاع بتاعهم محتاج واحد زي عبدالله سعيد يحرر الكرات لللي بيجروا ممكن يلعب بهذه الطريقة مش يخلي محمد يفتحي في هذه المباراة من البداية ممكن واشوف كمان انه مش فتوح اللي ممكن يبدأ هذه المباراة ولازم ما يبدأش في هذه المباراة فتوح كان غايب وعمر كمال عبدالواحد من الناس اللي بتطير من ناحية المين فما ينفعش يطير الجنبين لما عمر كمال يطلع من ناحية المين لازم يخلي واحد زي ايمن اشرف هو اللي يبقى سرد باك تالت يضم على جوة يعمل الترحيلة مع عبدالمنعم ومع حجازي طب هل ده حيتغير لو لعب حمدي فتحي حمدي فتحي هو اللي بينزل لتحت ممكن مع منعم ومع حجازي لا لا مش هتغير لان حمدي فتحي ليه ادوار امام الرباعي اللي هو بيدي او بيعمل حق الصد او بيضغط على المصادر بتاعت منتخب الكوديفور اهم ما في القصة دي كولا احنا عملنا في نيجيريا تكتيك بتاع كارلوس كيروش كان عالي قوي بس معرفش ينفزه معرفش ينفزه انت زاي تطلع بالكورة من تحت انت زاي تجذب منتخب كوديفور عندك تخليهمش لما يضغطوا عليك تفقد الكورة لو شدتهم ليك وطلعتهم من اماكنهم وفصلت التلت الدفاع عن نص الملعب والتلت الهجومي وطلعت كورة متقنة من اللاعبين اللي تحت اللي هم اصلا ما كانوش عارفين يعملوه في مباراة نيجيريا اللي هو تايه انا مش عارف اعمل ايه طلعت كده صح مع لعب صنق ألعاب متقن لاخراج الكورة هيطير صلاح وهيطير مرموش لو لعب النهاردة انا اتمنى ان احمد سيد زيزوي يبدأ ولكن هو يبدأ بمرموش لانه زي ما قلت مقتنع دايما بالمحترفين ايا ما كان وضعهم ومصطفى محمد مباراة فيها تركة تكتكية وعلى الشعرة بس المنتخبنا هيقدر يفوز وزي ما قاله السيد احمد اول ربع ساعة ان احنا بس ما نستقبلش وناخد الثقة والثقل نمرر من رجل الرجل ويكون عندنا القدر على انه نشغل التلت الهجومي بشكل فيه ثقة اكبر على ارض المال اعتقد انه نتمكن من هذه المباراة وعندهم صغرات وعندهم مساحات تستغل مصر تقدر تتحكم في ريتموطا هذه المباراة طبعا فيه كان انا وحسابكم نتكلم مبارح على فكرة انه البطولة المراضي كلها مفاجآت اما طبعا فيه حاجات غريبة بتحصل من بدايتها بس خاني اسألك بقى عن مفاجآت تحديا دور الستاشر هي فين بقى يعني هل مثلا سعود تونس على حساب نيجيريا ولا كان اداء جزر القمر وكاب فردي وكمان ايضا ملاوي وجنبيا يعني كان فيه حاجات كثير هو اصلا في المجمل ما بقاش فيه قوة عظمى كلاسكاب تتحكم في كرة الافريقية خلاص كله بقى مع الاحتراف فيه عقليات بقت متفتحة في التعامل مع المباراة الكبيرة ما بقاش فيه الرهبة الكبيرة المنتخب تونس شوف احنا ميزة المنتخب مصر انه خد اسبوع ففهموا اللعيبة دماغ بعض وقدروا يتمرنوا على اوترو تكتيكي واحنا بطول معسكرات طويلة عشان ما ابتدناش قبل البطولة مع بعض عملنا معسكر طويل كان فيه الاعتماد على كاس العرب وغيره احنا دايما طبيعي بنفهم بعض لما بنوض مع بعض وقت أطول تونس العكس تونس استفادت من انه 48 ساعة فيما بين مباراة الأخيرة امام جنبيا الخسرتها في الوقت الضائع في دور المجموعات وانها لعبة نيجيريا بشكل سريع فهم بيتأقلموا على الوقت السريع بشكل أفضل ولذلك هم كسبوا منتخب نيجيريا مش مكاس لعنة التسع نقاط والكلام ده مش هنتكلم فيها كتير لكن مقدرش أقول مفاجأة لأنه منتخب تونس من المتخبات الصفة في القرى الأفريقية ودايما في أسوأ حالته بيعرف يروح بيعرف يكسب زي أمام أفريقيا 2019 ووصل للمركز الرابع وهو كان من أسوأ الفرق اللي كانت موجودة في دور المجموعات جنبيا حالة كنا نعرفها غين من بكاري كازام اللي هو الحكم اللي مشوف في المباراة طلع بشكل كويس جدا لم يخسر أي مباراة في دور المجموعات قدم مستوى استثنائي يتفوق على غينيا أتذكر في دور المزور الستاشر كمل المسيرة جزر القمر ممثل للقرى العربية مشرف ناس كتير متعرفش أن الجزر القمر دولة العربية مشرف هنا علاقة على هذه المباراة أمام الكاميرون الكاميرون لا تستحق الفوز ولكنها تفوقت بالخبرات فينسنت أبو بكر راجل ستة أهداف خبرات بس وإنه اللجنة المنظمة مش كويسة لأنه الراجل الحارس بتاع جزر القمر كان شفية وقالك لأ أصلا خمسة أيام طب واهب الخزري قبلها بيوم لعب مع تونس وكان الصبح والطرد اللي في أول المتش واللي اتنشر لعيب اللي عندهم كورونا وما يسمحلوش أنه يجيب حق يعني فيه تفاصيل كتير قوي في تنظيم الكاميرون تخلص البطولة تخلص البطولة وحنتكلم فيه وسأعيز أروح للتشكيل النهاردة مرة تانية ناجيريا وكوتيفوار فيهم نقطة شبه بعض شوية في طريقة اللعب السرعات العالية سيطرة على نص الملعب رأس حربة تقيل يعني الدفاع ضعيف حارس مرمى مش قد كده يعني في رأيي إلا لو أنت مختلف من في نقطة حق كوتيفوار ده حارس مرمى في القسم الثاني في جنوب أفريقين ومع ذلك تقيل بيشيل ماشي بس يعني مش عايز أبقى متحيز المتخب مصر ما هوش شناوي أكيد طبعا شناوي أفضل حارس في دور المجموع بالضبط فهل كيروش اتعلم من ماتش نايدجيريا إلا أنا بشكل شخصي قلت إن كيروش غلطان وبيتحمل هذه المباراة وأنا رجل من المؤيدين بتوع كيروش وبقولها طول الوقت أنا مؤيد جدا لكيروش تعلم من ماتش نايدجيريا ولا ممكن نلاقي حاجة النهاردة شبه خط الوسط إن تريزيجيب يلعب النهاردة كمان خط الوسط ويعني والدنيا تبقى تمام وربنا يسطر كده وإن شاء الله ألف ألف مبروك لا هو اتعلم من خطأ تريزيجيب تريزيجيب ما ينفعش إنه يبدأ المباراة ومش أي حد يقول لن يبدأ وبعدين يطلع ونجرب لا 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 تريزيجيب بعيد بقاله فترة كبيرة قوي ومشاركش غير ربع ساعة تريبا مع فريق بقى السومفيلة في الدورة الإنجليزية فالأمر صعب إنه يبدأ بيه حتى لو كان مقتنع بالمحترفين بشكل عام هو في مباراة نيجير يفكر تفكير تيكتيكية بس ما قدرش ينفذها لإنه ما تطبقش مع اللعبين بشكل كبير ودول محترفين أبس مع بعض لا قدام نيجيرا مش هتديك فرصة أن أنت تجرب عليها هيلعب النهاردة بشكل كويس آه هيلعب بشكل كويس لأنه زي ما قلت خد الوقت فكر أكتر من تفكير كان عندهم صحة أنه يجرب تيكتيك واثنين وثلاثة مع تجربة أكتر من لعب في أكتر من مكان حتى أيمن أشرف زي ما قلنا لعب في نص الملعب بيجربوا وتريكات ولأنه عارف أن الحاجات دي بتروح كمان لمتخب الكودي فؤر بشكل عام أعطاك أنه يلعب لعب كلاسيكي متأمن ممكن يلعب بحمدي فتحي في هذه المباراة لك تأمين بس هيبقى خايف بالزيادة شوية أنا شوف لو عنده الجراءة أنه عايز يكسبها دين مباراة يلعب بعبدالله سعيد في بداية المباراة ويبدأ بجراءة شوية بس يكون اللعبين عندهم الالتزام والانضباط التكتيكي بشكل قوي جدا بالذات المدفعين ولما يطير عمر كمان عبدالواحد من ناحية المين لازم أيمن أشرف ينضابط لأنه أصلا أصلا مركز قوتهم من ناحية بيبي من ناحية الجهة اليومنا جاء جناح طير طالما متأفل على هذا المكان ونص الملعب الرباعي اللي قدام الواحد المتقدم وهم بيضغطوا مش قادرين ياخدوا منك الكرة والراجل اللي قدام الرباعي لو أربعة واحد أربعة واحد بيطلع بيعدي خط نص الملعب إنت لو طلعت الكرة متقنة خلاص إنت ملكت نص ملعبهم يتلعب عليها بشكل لأنه إنت مش تقدر تهاجم أو تفتح خطوطك بشكل قوي قوي فإنت لازم تلعب على الهجمة المرتدة بس تكون تقيل وإنت في نص ملعبك وإنت بتطلع كرة من رجل لرجل مش اختلف كتير عن التشكيل لكن أيمن أشرف لازم يبدأ دين مباراة فتوح لا فتوح بيهاجم وبيسرح ولو سرح وماتش صعبة على فتوح يعني برضو خليني أسألك حاجة فكرة أنت كنت تتكلم دوقتي أن الجنبين عند منتخب كوتيفور أقوية فيه محمد صلاح ومرموش هيقدروا يتعاملوا معهم بالشكل التقني فعلا إن نقدر إن هم يعني نقدر نتقدم ولا إليها يا سلم بتأكيد هم محمد صاحب ما برجعش يدفع فلازم برضو عمر كمال ياخد باله شوية لكن ضغط عمر كمال على الظاهير بتاعهم يقدر يخليه إن هو يتراجع بشكل أو بآخر مع وجود محمد صاحب لازم يرجع لنصف الملعب بشكل أو بآخر عمر مرموش برضو ما بيرجعش يدفع ودي مشكلة شوية مع أيمن أشرف فلازم يكون هو اللي موجود كطهير ولازم يبقى ثابت وهادي وما بيطلعش برضو بالشكل غير المدروس لكن إحنا نقدر نتعامل معهم فرديا آه طبعا بشكل أو بآخر هم سرع بس واحد على واحد بتاعتنا أفضل لما يكون في حالته طبعا محمد صاحب وعمر مرموش طيب ما ده أنا حسألك سؤال فخ فخ جدا صاحب ومرموش اللي اتنين مش في مستواهم وآخر ماتش صاحب ناس كتيرة جدا ومن اللي بيحبوا صاحب بيحبوا ليفر بول قالوا كان صلاح لازم كيروش يسحبه مرموش كمان مش موفق الكرة مش ماشية معاي يعني حتى طرقستو اللي بيعملها اللي شفناها مع المنتخب واللي جي منها الجول في ليبيا في ماتش ليبيا في التصفيات اللي بيروح كسر لجوة ويشوت ف امكانية ان هم يبقوا فيقين النهاردة وامكانية لو فضل المستوى مش هو اللي منتظر ان كيروش يغير صلاح تحديدا هو مش هغيره وما يفعش هغيره هو حد شاف كريسانو رونالدو بيطلع اللي نادرا لما بيقوله لسه رارف رانيك مطلعه وراح صاله على الدكة في ماتش مانشستر طيب لأ ده ده في مانشستر رجع له قاله واتزعلش يا مور رونالدو وحقك علي بالظبط ولف في الارجنتين ميسي لما بيكون في البداية فدايما هو ليثقل حتى لو مش في حالته بيصحب مدافعين بشكل أو بآخر فاسمه على أرض الملعب بيتقل منتخب مصر بشكل أو بآخر زي ما قلنا مش هيصحب في هذه المباراة لكن العين على أنهم يبقوا في حالتهم لأنه مثل هذه المبارايات من أجلها بنروح لأمم أفريق ومصر لو مش راح هتنفس على اللقب ما تروحش أحسن ده بشكل صريح لأن احنا مش بتوع ربع نهاية ونص نهاية وتمثيل مشارف مصر تقيلة سبعة ألقابل أكثر أعتقد أنه لأ النهاردة إن شاء الله يكونوا ثنائي في حالتهم بإذن الله وأكيد إن شاء الله لو قدرنا أننا ما يجيش هدفين خلال نصف ساعة أولى من بداية المباراة ونقدر أننا نتحكم في الإقاع ونهدد في مرة واثنين ونأخذ الثقة أعتقد هذين مباراة ممكن نحق فيها نتيجة كبيرة كمان مش بس نتيجة نكرر سيناريو 2008 سيناريو بتاع الربعية صحيح مش بنفسك والتي من لعبين عفيفي عشان إحنا وقتنا خلص أنا أسف يا جماني أسف عفيفي سؤال بسرعة مصطفى محمد حيتأثر بالمشكلة اللي حصلت أول مباراة في الامتحانات بتاعته ممكن يخلي يوعد على الدكة النهاردة ما يلعبش أصبح لعب محترف وبيفصل تماما وأعتقد أنه دلوقتي بعقلية الاحتراف يقدر يؤثر كمان بالإجاب مع متخبنا الوطني نهاردة محمد عفيفي النقد الرياضي أشكرك شكرا جزيلا دايما مشرفنا ومنورنا والشك حلو دايما على المنتخب وأنت موجود معنا صباح أشكركم جدا أشكرك جمال هنا أشكرك أستاذ حسام وأشكرككم ودايما يا رب نحتفل مع متخبنا الوطني شكرا محمد نورتن